بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قرير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات ينطرها فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أن ترى من فطور ثم أرجع البصر كروتين ينقل إذ إليك البصر خاتئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الضير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزمتها تكاد تميز من الضير كلما ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما لذل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسنقوا لكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو والذي جعل لكم الأرض بلونا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يغسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولن يروا إلى الطير فوقهم صاف ما يُنسفهن إلا الرحمن ما يُنسِكُهن إلا الرحمن بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في أور أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقه بل لدوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي ثويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أمن لي مبين قل إن كنتم صادقين فلما أرأوا هزل فتنسي أكت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تستعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين